مهما حاول البعض انه يصدر صورة سلبية عن النادي الاهلي او يتحدث بشكل سلبي عن النادي الاهلي وعن اي مسؤول في النادي الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب ولكن تبقى النتائج في النهاية وتوفيق الله سبحانه وتعالى اكبر رد على اي حد نيته سيئة تجاه النادي الاهلي يعني انت رايح بطولة مكنتش اساسا مدعو ليها يعني الجميل في الحدث اللي احنا عايشينه عدالة السماء ان الربنا سبحانه وتعالى وهو اكيد اعلم بالنيات وانيات الناس ونيات كل الناس اللي في الاهلي او حتى نيات بعض اللي بيحاول يصدر صورة سلبية او يحارب النادي الاهلي فجأة انت خسرت دورة ابطال افريقيا بفعل فاعل وتيجي المملكة المغربية تطلب استضافة البطولة فطبقى لللوايح تشارك في البطولة تكسب المباراة الاولى والبعض كان بيتهكم وبيقول الاهلي هيروح اول ماتش ويرجع وتلاعب في المباراة التانية في الضرب عن نهائي بطل الكونكاكاف اللي قمته التسويقية تصل لخمسين مليون يورو عنده تلاتاشر لاعب محترف ما بين البرازيل وكلومبيا وعدد كبير جدا فرقة تقيلة على فكرة فرقة سياتل اي حد يقولك انت بتلاعب مع فرقة ضعيفة انا بكسبك هنا تلاتة واربعة وخمسة فطبيعي الفرقة اللي بلعبها بره تبقى اقوى منك يعني فكسبت سياتل ورايح لمين لريال مدريد وبلعب فين في ملعب مولايا عبدالله في الرباط هل حد كان يتخيال السيناريو يوصل للشكل ده ولكن زي ما قلت لحضراتكم البعض بيحاول صدر صورة سلبية ويتحدث عن الاهلي ومسؤوليه او حتى جماهيره ولكن الحمد لله تيجي المشاركة تيجي كمان القرعة وتيجي كمان النتائج عشان تقول للناس ان الاهلي سيبقى هو افضل نادي مصري يشرف القرى المصرية عبر التاريخ وعلى مدار التاريخ ولو طلبنا من كاتب التاريخ كل شوية يفتح صفحة ويسجل هيقولك الكتاب خلص هسجل فين ولا اكتب ايه ولا هقول ايه الكتاب خلص من كتر الانجازات والتواريخ والارقام والالقاب اللي بيحققها النادي الاهلي الريال هيواجه الاهلي يوم الاربع واحنا بنتكلم بقى في فرق قيمة تسوقية تتخطى اكتر من حوالي 200-300 مليون يورو ارقام كبيرة جدا ولكن واسق باذن الله ان شاء الله ان الاهلي ممكن يعمل مفاجأة مدوية يوم الاربع في الرباط الجماهير المغربية واسألوني انا بقى عن الجزء ده انا عارف ان فيه اشقاء كتير مغربة بيميلوا دايما للدور الاسباني ويمكن هناك حتى فين قسام عدد كبير جدا بيشجع الريال وعدد كبير جدا بيشجع برشلونة والمباراة تذكرها نفدت بنسبة 100% يمكن دي معلومة بقولها كل السادة المشاهدين ملعب مولاي عبدالله بيسأل حوالي 65 ألف متفارج التذكر نفدت بالكامل الملعب مش هيكون فيه مكان لمقعد واحد المباراة بالكامل حضور جماهيري كامل العدد ولكن اتمنى وعند ثقة كبيرة جدا رغم ان فيه اشقاء مغربة مدريديين اكتر حتى ما بيشجعوا الاندية في المغرب ولكن بإذن الله ان شاء الله سيقتنا فيهم انهم هيكونوا بيشجعوا الناديا الاهلي ممثل مصر وممثل العرب في كأس العالم للاندية ونتمنى يا رب يكون فيه دخلات واشكال وقرنفلات زي ما احنا متعودين دايما من الاشقاء المغربة والمتابعة الممتازة جدا في بطولة كأس العالم للاندية قبل محروج لفاصل نتكلمنا عن جزء الفني والبدني والنفسي والزهني وكمان التحضيرات للمباراة ولكن جزء مهم جدا يضع في الاعتبار ان ممكن الاهلي مثلا يجيله 100 مليون جنيه ولا 150 مليون جنيه نتيجة المشاركة في كأس العالم الاندية دلوقتي وانت رايح على مواجهة ريال مدريد مينمون بنتكلم معاك 100 مليون جنيه 2 مليون دولار المركز الرابع بالاضافة للحقوق الخاصة التجارية بالرعاية والتسويق نتيجة التأهل ولعب اربع مباراة في كأس العالم دي المباراة التالتة لكن فيه مباراة رابعة والمباراة رابعة التعظيم الموارد بتاعتها هيبقى اكتر لو بتلعب فينال فانت بتتكلم في 60 مليون جنيه على الاقل من الاتحاد الدولي وبتتكلم ممكن يوصل ل40 مليون جنيه حقوق تجارية والتسويقية فاحنا بنتكلم مشاركة ملاشئ يعني ادخالت خزينة النادي الاهلي حوالي 100 مليون جنيه هي نيات وربنا اكيد مطلع على كل شيء وان شاء الله كل التوفيق للاهلي وجماهيره كمان نقطة تانية عايز اتكلم عليها وهي متعلقة باخبار الفريق النهاردة يمكن كولر اجتمع مع الطبيب عشان يطمئن على حالة اللاعبين قبل مباراة ريال مدريد كمان عايز يعرف منه حالة اللعيبة جاهزية اللعيبة البعض كان بيشتكي من بعض الاجهاد لكن ان شاء الله على مباراة الأربع هيبقى كل الامور تمام طيب كل التفاصيل بخصوص هذه المباراة والفريق حاليا بيستعد للسفر الى الرباط وفيه ترتيبات بقى مختلفة اكيد مهم جدا نقول لكل السادة المشاهدين اللي بيحصل في هذه اللحظات في مقر اقامة البعثة في تنجة لذلك